اسم الدرس مكونات الهواء الجزء الأول المحور الهواء المفاهيم الأكسجين ساني أكسيد الكربون النيتروجين الأزوت الغازات النادرة بخار الماء المحتوى مكونات الهواء الهدف أذكر أهم مكونات الهواء أتعهد مكتسباتي أستخرج الخاصيات المناسبة للهواء مما يلي للهواء شكل كروي ينتشر الضوء في الهواء وفق خطوط مستقيمة ليس للهواء كتلة الهواء الهواء قابل للانضغاط والانتشار الهواء يتمدد ويتقلص بمفعول الحرارة لا يمكن نقل الهواء من إناء إلى آخر الإجابة ينتشر الضوء في الهواء وفق خطوط مستقيمة الهواء الهواء قابل للانضغاط والانتشار الهواء يتمدد ويتقلص بمفعول الحرارة ألاحظ وأتساءل كان أحمد في حافلة صغيرة معدة لنقل التلاميذ والفصل شتاء فلاحظ تكثف قطيرات من الماء على الجدران الداخلية لزجاج نوافذ الحافلة فتساءل عن مصدرها أساعد أحمد على تعرف سبب حدوث هذه الظاهرة الإجابة تشكل هذه القطرات ناتج عن تكثف بخار الماء الساخن المتواجد في الهواء الحار داخل الحافلة بالزجاج البارد نتيجة لانخفاض درجة حرارة الطقس في الخارج عندما أنفخ على زجاج النافذة شتاء ألاحظ طبقة من الضباب الكثيف تغطي سطح البلور يعني ذلك أن الهواء الساخن غاز الذي خرج من الجسم سبعة وثلاثون درجة تحول بتأثير برودة الطقس إلى قطيرات ماء تسيل على البلور يمكن أن ألاحظ ذلك أيضاً على زجاج السيارة شتاءً أفترض ألف أقدم لأصدقائي ما توصلت إليه من معلومات حول الغاز المضغوط داخل القارورة التي يحملها الغواص الإجابة الإجابة إسطوانة الغاز للغطس عبارة عن إسطوانة تحتوي على مزيج من الغازات تساعد على معادلة الضغط داخل وخارج الرئتين باء أتخير الإفتراضات التي يمكن التحقق منها تجريبياً من أسباب ظاهرة وجود قطيرات الماء على الجدران الداخلية لزجاج نوافذ الحافلة كثرة عدد التلاميذ في الحافلة صغر حجم الحافلة وجود بخار الماء في زفير التلاميذ اجتداد محرك الحافلة الإجابة من أسباب ظاهرة وجود قطيرات الماء على الجدران الداخلية لزجاج نوافذ الحافلة كثرة عدد التلاميذ في الحافلة وجود بخار الماء في زفير التلاميذ أجرب وأتثبت أنجز التجارب التالية وأسجل النتائج وأفسرها التجربة الأولى ما سبب تكون قطيرات الماء على جدار الإناء الذي يحتوي الثلج؟ يمكن أن أعود هذه التجربة بتجربة النفخ على مرآة مصقولة ماء ماء زاء الثلج الإجابة سبب تكون قطيرات الماء على جدار الإناء الذي يحتوي الثلج أو النفخ على مرآة مصقولة هو أن الهواء يحتوي على بخار الماء التجربة الثانية أقوم بالتجربة وفق المراحل التالية مستعينا بالرسم قارورة زجاجية أشعل شمعة وأثبتها بقاع الحوض أنكس قارورة زجاجية بعد تثبيت شريط من الورق مجزء إلى خمسة أجزاء متقايسة على جدارها الداخلي ألاحظ وأسجل النتائج مجيبا عن السؤال لماذا ارتفع الماء في القارورة وانطفأت الشمعة الإجابة الملاحظات تبقى الشمعة مشتعلة للحظات ثم تنطفئ يصعد مستوى الماء داخل القارورة بمقدار الخمس تقريبا الاستنتاجات تستهلك الشمعة المشتعلة أحد مكونات الهواء لأنه يساعد على الاحتراق لذلك يصعد الماء ليشغل مكانه إذن الهواء ضروري للاحتراق الخلاصة الهواء خليط غازي متجانس يتكون من غازين أساسيين هما الأكسيجين 21% والأزوت 78% إضافة لغازات أخرى كثيرة لكن نسبها صغيرة جدا 1% مثل بخار الماء وثاني أكسيد الكربون التجربة الثالثة أنجز التجربة مستعينا بالرسم التوضيحي أضع كأسا بها ماء حنفية وكأسا بها ماء الجير في آخر قاعة التعليم لمدة زمنية قصيرة 10 دقائق أسجل النتائج التجربة الملاحظات الاستنتاج ماء ماء الجير الإجابة التجربة الملاحظات الاستنتاج ماء بقاء الماء على حاله الطبيعي لا تتغير طبيعة الماء ماء الجير تعكر ماء الجير ثاني أكسيد الكربون له دور هام في تعكر ماء الجير استنتج واصل كتابة الاستنتاج مستعينا بما سجلته من نتائج التجارب الأولى الثانية الثالثة يحتوي أساسا الذي يساعد على الاحتراق ويمثل خمس حجم الهواء وعلى النيتروجين الآزوت والذي يعكر ماء الجير كما يحتوي الهواء غازات أخرى بكميات قليلة الإجابة الاستنتاج الذي يلخص لنا ما لحظناه من التجارب التي قمنا بها هو يحتوي الهواء أساسا على الأكسوجين الذي يساعد على الاحتراق ويمثل خمس حجم الهواء وعلى النيتروجين الآزوت والأرجون وثاني أكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير كما يحتوي الهواء غازات أخرى بكميات قليلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر